السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة مع بعض على موضوع الضرب الاتجاهي للمتجهات بطريقة سهلة ولذيذة وما فاش اي تعقيد هدي مثال على طول لو انا عندي متجهين متجهي اسمه ايه وكان بيساوي اربعة وسالب اثنين واحد مثلا ومتجه تاني اسمه بي وبيساوي وليكن ادي اي ارقام عادي سالب ثلاثة واثنين وسالب اربعة والراجل طلب مني بيقول لي ايه بيقول لي ايه وجد حاصل الضرب الاتجاهي لهذين المتجهين ايه كروس بي اكده بالمناسبة اسمه ضرب اتجاهي انما اي ضط بي ده اسمه ضرب قياسي وده اسمه ضرب ايه اتجاهي وهنعمل حلقة ان شاء الله عن المقارنة ما بين الضرب القياسي والضرب الاتجاهي بس خلينا دلوقتي في موضوع الضرب الاتجاهي وازاي نعمله بطريقة سهلة جدا خلي بالك الضرب الاتجاهي دوت بيديني كمية متجهة يعني كمية لها مقدار ولها اتجاه يعني بيديني متجه يعني اي كروس بي هتديني متجه تاني وليكن اسمه سي نعمل الموضوع ازاي انا بكتب المتجه ايه ده اللي هي اكس والواي والزد بكتبهم جانب بعض مرتين زي ما انا هعمل كده بالزبط يعني متجه ايه طالما بدأ بيد ضرب الاتجاهي اكتبه الاول ما ينفعش اعكس لان الضرب الاتجاهي ليس عملية ابدالية يبقى دي المتجه ايه بتاعي كان عبارة عن ايه ده كترة عبارة عن اربعة قدت مسافة سالب اثنين وواحد كررها كمان مرة انو باكتب اربعة سالب اثنين وواحد متهالي كده ما فيش اي مشكلة انا كتبت ال اي اكس وال اي واي وال اي زد كتبتهم مرتين واجه تحتيب الضبط اكتب المتجه اللي اسمه بي مرتين البي كان سالب ثلاثة واثنين وسالب اربعة وبعدين سالب ثلاثة واثنين وسالب اربعة مش عايزك تتوه اتفقنا خلي بالك الاربعة دي اللي هي اي اكس والسالب اثنين اي واي والواحد اي زد وبعد كده كررنا تاني اي اكس اي واي اي زد وجيت على البي كتبتي بي اكس بي واي بي زد وراحت مكررهم تاني بي اكس بي واي بي زد كل ده هنبسيحه مش محتاجينه نعايز علمك طريقة سهلة وخلاص بس دي كارفت انا بعمل ايه وخليك معايا وصحصح زي ما انتم كده بتقولوا بلغة الشباب هتسحب على العمود الاولان ده كأنك مش شايف تمام وابدأ من العمود التاني نبدأ نعمل ايه اضرب الرقم ده في ده ناقص ده في ده واحدة واحدة كده مستر يعني اضرب سالب اتنين في سالب اربعة الناتج اللي يطلع اقول ناقص واحد في اتنين بزمتك ده صعبة سهلة جدا وخلي كل ده كده في قسمة مع بعض تاني يا شباب انا عملت ايه ضربت سالب اتنين في سالب اربعة ناقص واحد في اتنين وخليتهم مع بعض في قوس وبعدين اكرر العملية تاني هضرب ده في ده ناقص ده في ده ماشي كو ما هي يلقص واحد في سالب تلاتة ناقص اربعة في سالب اربعة واحد وكنت اهتمين تمام وبعدين اكرر العملية كمان مرة هضرب الاربعة في اتنين ناقص سالب اتنين في سالب ثلاث يعني هنضرب اربعة في اتنين اقفل قوس ناقص ناقص اتنين في سالب ثلاث يبقى كده معلش هوسع لنفسي شوية صغنانة بس خليك معايا ما تقلقش خالص عشان ايه عايز افهمك بالزبط احنا بنعمل ايه احنا بالقلم الاحمر هو ثالث واحد هضرب اربعة في اتنين ناقص ناقص اتنين في سالب ثلاث يعني افتح قوس اربعة ضرب اتنين ناقص افتح قوس ثاني سالب اتنين في سالب ثلاث وبالالة الحزبة اللذيذة بتاعتك تقدر تعمل العملية الحسابية ديت وتكتب القيم اللي انت حصلت عليه يبقى القوس الاولان انا امسك الالة افتح قوس سالب اتنين في سالب اربعة افرق ناقص اعمل قوس وحاول ايه تبسط لنفسك الموضوع القوس الاولان ده كله طلع ست تمام طب والتاني يا مستر يال ايوحسب كده معي قول الله يكرمك تمام انا شايف ناس بتكتب لاحساسي قصدي ما شايف يعني وده كله طلع تلات اشر وبعدين ادي اربعة في اثنين بتمانية لك بتقول السيد مشارك احسب اربعة في اثنين صح الله يسمحك كل ده يطلع معك بالالة الحسبة ده كده باتنين ايه اللي انت عملته ده بقى مستر على فكرة احنا كنا عايزين حاصل الضرب الاتجاه ل ايه كروس بي يديني متجه اسمه سي تصدق ان السي بيساوي ستة و تلات اشر واتنين انا كده حصلت على الناتج بالطريقة ال دي كارتية لو حبيت اكتبه بدلالة متجهات الوحدة بنقول ان متجه سي يساوي ستة في اتجاه اكس اكس هات زائد تلات تاشر وي هات زائد اتنين زد هات اتمنى تكون فهمت الطريقة واستفدت منها رجع الفيديو كذا مرة عشان تتعلمها طريقة سهلة جدا لإيجاد حاصل الضرب الاتجاه لمتجهين ربنا يوفقك جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة